موسيقى أهلا بكم شاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني جريمة حرب جديدة ارتكبتها عناصر الاحتلال الإسرائيلي حيث قامت بتصفية ثلاثة جرحة في مستشفى ابن سيناء بجنين هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة أمام المحاكم الدولية كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر هذا العمل الوحشي الذي ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتحويل المستشفيات في غزة إلى مناطق غير آمنة ما موقف السلطة الفلسطينية والعالم من هذه الجريمة وهل ستضاف إلى سجل الاحتلال في المحاكم الدولية وما هو دور المنظمات الحقوقية والصحية وما هي الإجراءات التي تتخذ هذه المنظمات لحماية الكوادر الطبية والمرضى والنازحين دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش بينما تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة أمام المحاكم الدولية وتطالب بوقف العنف والتحريض على القتل يرتكب عناصر الاحتلال جريمة حرب أخرى في مستشفى ابن سيناء في جنين بزي مدني وطبي اقتحمت قوات الاحتلال الطابق الثالث من المستشفى وأطلقت النار على ثلاثة شبان المصابين وصلت تساؤلات عن كيفية وصول هذه القوات إلى المستشفى دون أن تلاحظها السلطات أو الحماية الدولية لكن هذه ليست الجريمة الوحيدة التي تستهدف المستشفيات في غزة التي يجدر بكل الأطراف احترامها كونها تعد ملاذا آمنا للمرضى والجرحى خلال مئة يوم من العدوان الإسرائيلي تعرضت المستشفيات للقصف والتدمير وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية يتعرض فيها الكوادر الطبية والمرضى والنازحون للسجن يتطلع الرأي العام المهتم بالقضية الفلسطينية لدور القانونيين والمنظمات الحقوقية أمام هذه المجزرة المروعة والتي تندرج في إطار جرائم الاحتلال بتحويل المستشفيات إلى أماكن غير آمنة إذ يرى مراقبون أنها قد تضاف إلى سجل الاحتلال في المحاكم الدولية باعتبارها جريمة حرب موثقة فأين السلطة الفلسطينية والعالم أجمع من هذه الجرائم البشعة؟ سؤال يستوجب إجابة عاجلة وحاسمة لوقف مجزرة غزة وحماية حقوق الإنسان أهلا بكم مشاهدنا الكرام وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الإستيديو معنا الأستاذ محمود الخطيب الباحث في الشأن الفلسطيني مساء الخير أستاذ محمود مساء الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسيكون معنا عبر سكايب الأستاذ المعتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي الدولي مساء الخير أستاذ المعتصم مساء أكفل يعطيك العافية شكرا للاستضافة أهلا بك أستاذ المعتصم وبك أستاذ محمود إذن أبدأ معك أستاذ محمود تصفية جرحى مستشفى ابن سيناء جريمة جديدة في سجل هذا الكيان المحتل ما تعليقكم أولا دعونا نرسل السلام من هذه المنصة إلى إخواننا المحاصرين المنكوبين في قطاع غزة وقبل كل ذلك دعونا نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للمصابين ونتمنى أن يزيل الله الغمى عن أهلنا في قطاع غزة في الحقيقة هذا الحدث الذي حدث اليوم في مستشفى ابن سيناء في جينين هو ليس الأول ولن يكون الأخير منذ عام 1948 ونحن عاهدنا هذه الجرائم من قوات الاحتلال الصهيوني وقد كرت هذا العمل عدة مرات وقامت بعدة اغتيالات سواء كانت في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لبعض الجرحى داخل المستشفيات وداخل غرف العناية المركزة كما تبعنا منذ بداية الحرب على قطاع غزة أو العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر فقد قامت القوات الصهيونية تقريبا بتدمير المنظومة الصحية كاملة في قطاع غزة يبلغ عدد المستشفيات في قطاع غزة المستشفيات الكبرى وليس العيادات ما يقرب من 36 مستشفى خرج منها ما يقرب من 44 مستشفى بشكل كامل عن الخدمة وهذا يعني أن ما تبقى من المستشفيات القادرة على تقديم الخدمة للمواطنين هي أقل من 30% وهي تتركز فقط في منطقة جنوب قطاع غزة مثل مستشفى ناصر ومستشفى الأمل الذين يتعرضان الآن لعملية حصار مستمرة منذ شهر كامل أضف إلى ذلك مستشفى الشفاء الذي سبق أن قام القوة الاحتلال بحصاره منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة وانسحبت منه ولم تستطع أن تثبت للعالم أن هناك مركز قيادة كما اتدعت هذا في بداية الحرب ها هي الآن تقوم بإعادة حصار مستشفى الشفاء منذ أول أمس وهناك معارك طاحنة تجري في محيط المستشفى ويمنع أي أحد من الخروج أو الدخول إلى المستشفى كما تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول أو الخروج إلى المستشفى ومما يمنع من تقديم الخدمات الطبية بشكل كامل للمواطنين في شمال قطاع غزة إضافة إلى جنوب قطاع غزة حيث تستمر المعارك في خان يونس فهذا يعطي انطباع أن هذا المحتل لا يتوانى لحظة عن ارتكاب الجرائم وأولها جريمة الإبادة وجريبة الفصل عنصر التي قام عليها الاحتلال منذ تأسيسه عام 1948 ولا يأبه بالقوانين الدولية ولا يأبه بالمحاكمات التي تستمر الآن في محكمة العدل الدولية وهي مرحلة استباقية لمحكمة الجنايات حيث قامت بعض الجهات الحقيقية مشكورة من أوروبا ومن تركيا ومن بعض الدول الأخرى المساند للقضية الفلسطينية عبر المحامين والحقوقيين برفع قضايا على الأفراد المسؤولين في قوات الاحتلال الصهيوني كقادة الجيش ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاعي وآف قلان رغم كل ذلك توقع البعض أن تتوانى أو تتقهقر إن صح القول قوات الاحتلال عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الواضحة لعيال إلا أنها لم تقم بذلك وهذا يدل على أن المحكمة سنتحدث عن موضوع المحكمة أستاذ محمود بشكل أطول ولكن اسمح لي أن أخذ رأي الأستاذ المعتصم إذن أستاذ معتصم قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل مستشفى بن سينة بمدينة جنين في الضفة الغربية واغتالت ثلاثة شبان فلسطينيين بصورة بشعة أحدهم جريح كان يرقد في المستشفى مع بشعة هذا المشهد ومع قسوته كيف تعلق على أركان هذه الجريمة أستاذ معتصم؟ طبعا من جديد تثبت إسرائيل أنه هي مستمرة بحربة ومستمرة بارتكاب الانتهاكات انتهاك تلو الانتهاك ويضاف إلى سجلها في قطاع غزاء السجل الأصفحة مليئ بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبعا هذا العمل التي قامت بإسرائيل هو يسمى ضمن الجرائم الدولية وهو جريمة ضد الإنسانية طبعا وهو يخالف اتفاقية جنيب حيث تتبنى اتفاقيات جنيب الأربعة للعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية خواعد وأجراءات لحماية المدنيين والجرحة أثناء النزاعات أيضا المادة 18 من الاتفاقية الرابعة وضعت المشافي ووسائل السعاب تحت الحماية أيضا هو يخالف قواعد القتال التي ألزم بها القانون أدولي الإنساني الأطراف النزاع بالاتخاذ كل التدابير اللازمين للحفاظ على سلامة المدنيين ومنشأتهم الطبية بكل تأكيد مثل هيك ملف سيتم استخدامه كأحد الأدلة إما بمحكمة العدد الدولية أو بمحكمة الجنايات الدولية نعم إذن أستاذ المعتصم نعلم أن في اللحظة التي يقدم فيها ملف جرائم الحرب لإسرائيل محكمة تقوم إسرائيل بارتكاب جرائم جديدة وجرائم إبادة جديدة يعني هناك تعنط واضح هناك رمي لكل القوانين عرض الحياة ألم تصدر المحكمة قرارا بالانتباه للمدنيين وكان فيه كثير من الملابسات أكيد بكل تأكيد اليوم لحنا عنا فترة كتير هامة اللي هي فترة 30 يوم المحلة اللي أعطتها محكمة العدد الدولية لاستصدار تقرير خاص من إسرائيل وتقرير خاص من جنوب إفريقيا عن مدى تطبيق إسرائيل لما صدر عن المحكمة من الإجراءات المؤقتة الإلزامية التي فرضت من المحكمة بكل تأكيد اليوم الفريق القانوني لدولة الجنوب أفريقيا لحي لحظها هاي الجرائم ولحيضيفها لسجل الجرائم اللي عم تكون فيها إسرائيل بس اليوم كمان في عنا نقطة أنه طبعا هاي الجريمة اليوم اللي وقعت هي وقعت بالضفة ممكن أنه يتم تعليل أنه إسرائيل على سبيل المثال بين فوسين ممكن عم تلتزم هيك يتصبح أنه هي عم تلتزم بما يحدث بقطاع غزة وهي الجريمة حدثت خارج قطاع غزة وممكن أيضا أنه تصرح تتبرأ من هاي العملية لأنه نحن شفنا من بدء مسار محكمة العدد الدولية أصبح تتبرأ من الارتكابات أصبح تتبرأ حتى من الهجمات المثبتة عليها وصارت تقول إسرائيل أنه هاي أفعال شخصية أو أفعال فردية ولحن حاسب الأفراد اللي اتكبوا هاي الانتهاكات بكل تأكيد اليوم سجل كتير عم يكبر هذا سجل الانتهاكات وما في فلات من العقاب بهذه الحرب بالتحديد لا يوجد إفلات من العقاب وهي لست تأسس لإنهاء إفلات من العقاب بمنطقتنا بالشركة الأوسط نعم إذن أستاذ محمود تعقيبا على حديثنا حول المحكمة الدولية والجرائم التي تتضخم ملفاتها بالنسبة لإسرائيل تقوم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب جديدة وبكل بشاعة يعني في خضم الحديث عن محكمة العدلة الدولية وما تم تداوله بشأن قرارات المحكمة تجاه دعوة جنوب أفريقيا ما تعليقك على ما حدث؟ في الحقيقة القيادة يجب أن حتى نأخذ المجهد بشكل كامل يجب أن ننظر إلى كيفية تفكير قيادة العدو الصهيوني أو قيادة قوات الاحتلال الصهيوني أي قيادة في أي مستوى على مستوى السياسي والعسكري تراعي الأهداف العسكرية والسياسية التكتكية والأهداف الاستراتيجية يجب أن تتماهى جميع القرارات التي يأخذها مجلس الكابينت بقيادتي العسكرية والسياسية أن تتماهى مع هذه الأهداف التكتكية العاجلة والاستراتيجية بعيدة للمدى لكن لو لاحظنا ونظرنا إلى جول القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الحالية الصهيونية فهي في معظمها تهدف إلى تحقيق أهداف تكتيكية دون النظر إلى الأهداف بعيدة المدى وخسائر بعيدة المدى وهذه نقطة الخلاف بين الإدارة الأمريكية والإدارة الصهيونية حيث أن الإدارة الصهيونية تنظر إلى أسفل قدميها تسعى إلى كسب الانتخابات القادمة وبالتالي يهمها تحقيق أهداف تكتيكية من الطراز الأول ولا يهمها نتائج بعيدة المدى لو نظرنا إلى الأهداف التكتيكية التي يهدف إلى الاحتلال إلى تحقيقها من خلال عدواني على المنظومة الصحية وعلى المستشفيات وآخرها نموذج اليوم في المستشفى ابن سينا في جينين أولا يهدف إلى عقوبة هي عبارة عن عقوبة جماعية لكل الشعب الفلسطيني لما قام به يوم 7 أكتوبر لما قامت به المقاومة يوم 7 أكتوبر منع لتكرار هذه الأحداث في المستقبل هذا الهدف التكتيكي الأول الهدف الثاني هو الضغط على المقاومة في ملف المفاوضات الذي يجل حاليا في القاهرة وبالتالي تحاول قوات الاحتلال إلى الضغط على الخاصرة الضيقة للمقاومة وهي الجهة الإنسانية أو المعاناة الإنسانية للمواطنين في الغزة ثم الهدف الثالث وهو بعيد المدى من خلال تحقيق عملية التهجير التي أعلنها الهرم السياسي في الداخل الإسرائيل منذ اليوم الأول قال ذلك علانية نتنياهو أدعو مواطني غزة إلى ترك غطاء غزة والبحث عن مكان آخر فبالتالي هو يسعى فشل في تحقيق هدف التهجير ككتلة واحدة بشكل مباشر منذ بداية الهجمة الآن يسعى إلى تحقيق هذا الهدف على مراحل في البداية أمر أو طلب من المواطنين سكان مدينة غزة والشمال إلى النزوح جنوبا باتجاه ما بعد وادي غزة منطقة الوسطى ومنطقة الجنوب ثم بعد ذلك قام بالاقتحام البر للوسطى وطلب منهم النزوح إلى الجنوب ثم بعد ذلك اقتحم منطقة خانيونس والتي تعدها من جنوب قطع غزة وكدس الناس في منطقة رفح لو نظرنا إلى المنطقة هذه التي دخل فيها الاحتلال بريا مسحت فيها تقريبا كل معالم الحياة أو المباني التي تقدم الخدمات العامة التي تكفل القانون الدولي خصوصا في تفاقية جنيف الرابع ع 1977 بحمايتها كالمباني والمدارس والدور العبادة والمستشفيات لكننا نرى أن العدو الصهون تعمد تدمير هذه البنية التحتية لمنع وليجعل الحياة مستحيلة ما بعد انتهاء الحرب لإجبار المواطنين في قطاع غزة على ترك بيوتهم وعلى ترك بلادهم وعلى ترك أرضهم مضطرين لذلك وليس راغبين في ذلك لأنه انعدام السبل الحياة وانعدام وسائل تقديم الخدمات للمواطنين الحد الأدنى للخدمات للمواطنين تجبر المواطنين على ترك بيوتهم والرحيل جنوبا وقد يتبعه بعد ذلك التهجير إلى الأراضي المصرية فبالتالي العدو لا يفعل هذا عبثا وهو لا يأبه بما تقول وسائل الإعلام الأجنبية أو العربية أو غيرها ولا يهتم أيضا إلى ما قررته المحكمة العدل الدولية وأنا أعتبر أن هذه الثلاثين يوم التي قدمتها محكمة العدل الدولية للحكومة الصهيونية من أجل تقديم تقرير فيما يحدث من إجراءات مؤقتة في قطاع غزة ما هي إلا مهلة تمهلها المحكمة لهذا العدو لإتمام مهمته على أجمل وجه في قطاع غزة مدة الشهر مقارنة بالمعاناة الإنسانية الحالية هي مدة كبيرة وطويلة جدا الجهات المعنية من جنوب أفريقيا عندما قدمت الدعوة في محكمة العدل الدولية طلبت أن تكون المدة أقصاها من أسبوعين إلى أسبوعين لكن المحكمة الدولية أعطت القوات العدو الصهيونية مدة شهر وهي مدة طويلة حيث أن الساعة في عمرهم طويلة وأنا أهلي لا زالوا في قطاع غزة وأتواصل معهم بشكل مستمر وأعلم الواقع هناك بشكل جلي وأعلم كم هي المعاناة مهمة جدا وعملية إيقاف الحرب اليوم قبل غد هي عملية ومطلب أساسي جدا نعم كان الله في عونك وأنتمنى لهم السلامة أستاذ معتصم ترويع المستشفيات وقصفها وغياب الاحترام الدولي الأخلاقي يعني نتحدث عن المستشفى وهو من الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة بالنسبة لمن يلجأ إليها للعلاج أو الحماية ماذا تبقى ليتم تجاوزه في القانون الإنساني والدولي طبعا يعني أكيد اليوم المعكينة القتل اللي عم تمارسها إسرائيل أنا بضيف نقطة كتير مهمة على اللي أو بثني عن اللي يذكره العزيز وبتمنى السلامة لأهله ولكل أهل غزة العزيز الضيف لي مع حضرتك موضوع استحالة الحياة اليوم تحاول إسرائيل وهذا اللي استندت عليه الفريق القانون لدولة جنوب إفريقيا أحد الأشياء اللي استندت عليها اللي هو موجود بالمادة جيم على ثلاثة بنظام الأساسي أو الاتفاقية منع الإبادة الجماعية اللي هو استحالة الحياة اليوم إسرائيل تحاول من خلال تدمير البنى التحتية ومن خلال قتل البشر وتدمير الحجر تحاول استحالة إعادة الحياة إلى قطاع غزة تحاول جعل قطاع غزة قطعة من الصحراء لا سبيل لإعادة الحياة فيها وتعطي الخيار أنا ذاك لأهالي وسكان قطاع غزة أن هذه الأرض أصبحت غير قابلة للحياة هيك اليوم نحاول هذا سلسلة الإجرام اليوم اللي عم تمارسها أكيد هي يعني ما ضل شيء ما ارتكبته إسرائيل اليوم على الأراضي بسطنية اليوم بهذه العملية واستهداف المشافي والمراكز الطبية والعاملين بالمجال الطبي أكيد اليوم عم تنتهك القانون الدول الإنساني اللي هو أصلا عندما وضع القانون الدول الإنساني أو ما يسمى قواعد الحروب ودعات لتحمي المدنيين وتخفق من الأذى ضد المدنيين اليوم نحن نشوف الحرب الإسرائيلية هي موجهة ضد المدنيين يعني بشكل مباشر والضحايا الأكثر هم من المدنيين والبنى التحتية اللي عم يتم تدميرها هي بنى يتم استخدامها مقبل المدنيين السلمين أكيد اليوم برجع أبأكد هذه الملفات اليوم وهذا أحد الأدلة الكتير مهم وأنا أتمنى من المنظمات الحقوقية اليوم الموجودة على الأرض الفلسطينية والتحديد للطفة الغربية أن يشتغلوا على موضوع تحديد من هي الجهة بالتحديد من هي الفرقة العسكرية اللي عملت هذا العمل وتحديد من هم المسؤولين الجنائيين المباشرين يعني من هو القادة الأساسية لهذه الفرق وهذه القطع العسكرية لأن هذه مادة أساسية ممكن أن تقدم لمحكمة الجنائيات الدولية وممكن أن في حال تم تحديد الأشخاص المسؤولين أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين وهذا الملف ممكن أن يروح لمحكمة الجنرات الدولية وتكون مادة مهمة لمحكمة الجنرات الدولية اليوم نحن بالقانون بدنا نحضر الأدلة ويكون في عنا ربط واضح بين أصحاب القرار لأن اليوم لا يمكنك تقدم أي مادة من دون ما تحدد من هي المسؤول عن ارتكابه والمسؤول عن اتخاذ قرار الأمر بالتنفيذ نعم إذن بالعودة إليك أستاذ محمود وأنت تحدثنا أن أهلك ما زالوا في غزة وبالتأكيد تعرف كيف الظروف هناك نريد أن تنقل لنا يعني كيف يعيش الغزاويين الآن حياتهم برد وأمطار وصواريخ وموت محيط بهم من كل جانب في الحقيقة الحديث في هذا الموضوع يطول ويطول شرحه التفاصيل كثيرة ومعقدة وكل تفاصيل الحياة هناك أصبحت معقدة كما ذكرت آنفا أصبحت الحياة في قطاع غزة مستحيلة خصوصا في شمال قطاع غزة أنا جزء من أهلي اللازالة شمال الواد ونطلق عليه اسم وادي غزة وهو الذي اتخذته إسرائيل للتصنيف ما بين شمال قطاع غزة وجنوب قطاع وسط وجنوب قطاع غزة والجزء منهم استطاع الهرب نحو المناطق التي يدعي الاحتلال أنها مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة في مدينة طرفة وهنا أستطيع أن أرصد لك بعض المواقف التي ذكرت لي عن الشمال وعن الجنوب ذكر لي والدي أنهم في منطقة تل الهواية في منطقة جنوب مدينة غزة أصبحوا يجمعون مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع حتى يستطيعوا أن يروعوا عطشهم هذه أول نقطة مياه الشرب أصبحوا يجمعوها من الشوارع من الإسفلت على جبهات الطريق المتجمع على جبهات الطريق حتى يستطيعوا أن يرتووا أن يروعوا عطشهم هناك الكثير من الناس كما أخبرت من هناك يموتون داخل بيوتهم لا أحد يدري عنهم سواء كانوا من المرضى الذين يحتاجون رعاية طبية طبعا في ظل عدم توفر الرعاية طبية يموتون داخل بيوتهم حتى يشتموا رائحة العفن من داخل البيت فيعلموا أن فلان داخل البيت لكنه قتل أو لكنه مات والمحظوظ في شمال قطاع غزة من يجد من يغسله أو يكفنه أو يصلي عليه هذه شواهد كثيرة ومتعددة ورويت لي كثير من أناس أعرفهم هناك ذكر لي والدي أن إحدى الجيران استهدفت وتركت على الأرض تنزف أيام حتى استشهدت وبقيت على الأرض أربعة أسابيع حتى تحلل جسدها لم يستطع أحد أن يقترب من جثتها إلا بعد أن تم فك الحصار بعد أربعة أسابيع من حصار المواطنين في مدينة غزة بعد تمكن والدي وحيدا منفردا من الخروج إليها وقام بالصلاة عليها ودفنيها وأخبرني بذلك وأخبر أهلها بذلك بعد أيام بعد عدة أيام فالواقع في شمال غزة معقد ومعقد جدا شاهدت بعض الناس الذين أعرفهم يبكون فرحا عند حصولهم على كيس من الدقيق وهم ناس أعرفهم جيدا أعزاء أجلاء لا يخشون في الله لهم تلائم ولا ينظرون إلى متاع الدنيا لكن الحياة أجبرتهم وأوصلتهم إلى هذه النقطة الصعبة والتي يصعب تصورها هذا الوضع بالنسبة لشمال قطاع غزة أو شمال وادي غزة أما بالنسبة للوضع في جنوب الوادي العكس تماما هناك حالة كبيرة من الازدحام ازدحام شديد في الطرق أو في البيوت لا يوجد بيت يوجد بيت أقل من مائة مواطن ربما أكثر مائة أو خمسين مائتين في بعض الحالات وهذه الأعداد الضخمة تحتاج إلى غذاء ودواء وفراش وملبس ومسكن إلى آخره يسكنون في بيوت أم في الخيام؟ بعضهم في الخيام وبعضهم في البيوت من يجد له قريب أو صديق يستطيع أن يذهب إلى بيتي إن كان فيه متسعة في البيت يستطيع الذهاب إليه أما دون ذلك فهم يذهبون إلى الخيام بعض الناس يفضلون الذهاب إلى الخيام لتوفر بعض من المواد الغذائية أو الشراب الغير متوفرة في البيوت فلذلك الحالة طبعا أنهيك عن ندرة المواد الغذائية بشكل كبير المواطن الغذي في عموم قطع غذة يصحوا من صباحه يفكروا في لقمة عيشه ماذا سيأكل اليوم أو ماذا سيطعم أطفاله اليوم لذلك يسألوا البعض مثلا كيف ينظر أهل غذة إلى ما يحدث في المحكمة الدولية أو كيف ينظر أهل غذة إلى ما يحدث في طاولات المفاوضات العالمية أقول لكم أهل غذة لا يعلمون عن ذلك شيئا أهل غذة لا يستطيعون التواصل فيما بينهم لذلك لا يستطيعون الحصول على كثير من المعلومات أنا عندما أتواصل مع أحد في قطع غذة أول سؤال يسألوني متى وقف إطلاق النار هل هناك أخبار عن وقف الطاقة التحمل نفذت الحياة وصلت إلى درجة الغير ممكنة درجة الاستحالة لذلك أصبح المطلب الوحيد والدائم والمستمر لكل مواطني وسكان أهل قطع غذة هو إيقاف إطلاق النار دون شيء آخر وهذا ما تقول به المقاومة في كل المفاوضات أنه لا يمكن أن ندخل فيه أي مفاوضات سواء كانت تبادل أسرع أو غيرها أو حل سياسي دون إيقاف إطلاق النار بشكل كامل ونسحب قوات الاحتلال من عموم قطاع غذة أنا أروي لك هذه المعلومة ربما تغيب عن الكثير لا يوجد مواطن في قطاع غذة إلا وقد نزح في هذه الحرب ما لا يقل عن ست أو سبع مرات فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التنقل بين البيوت أنا أعرف الكثير منهم تنقلوا ما لا يقل عن عشر بيوت وانتهى بهم المطاف إلى الخيمة وأعرف بعضهم نجى من القصف في البيت الأول وذهب إلى البيت الثاني وقصف مرة ثانية وسقط منهم شهداء وانتقلوا إلى بيت ثالث وهكذا حتى نفذوا حتى نفذوا جميعهم أوجه المعاناة في قطاع غذة كثيرة تتلخص أولا وأولا وأولا في الجوع والعطش وأنا هذا ما أقوله دائما لا تنظروا إلى كمية النيران المطلقة لا تنظروا إلى الصوريخ على أهمية المعاناة في هذا الجانب إلا أن المعاناة الأولى والكبرى بالنسبة لأهلنا في قطاع غذة هي الجوع والعطش لا يمكن أن ترى أحدا من مواطني قطاع غذة إلا يظهر عليه التعب والشحوب في وجهه والنقصان في الوزن حتى أنهم طبعا بسبب قطاع الكهرباء قاموا جميعا بقص شعورهم لا يوجد مياه للإقتسال ولا يوجد كهرباء لقص الشعر والتنظيف لذلك أوجه المعاناة تتلخص في كل تفصيل من تفاصيل الحياة الحصول على الخبز الحصول على الدقيق الحصول على الغذاء الحصول على المياه هي المهمة الشاقة ناهيك عن من يتعرض للإصابة يبقى في مكانه ينزب حتى يستشهد هذا الواقع في خانيونس وفي مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة أضف إلى ذلك غلاء الأسعار بسبب ندرة المواد الغذائية ندرة توفرها وطبعا إنعدام الأمن بسبب القصف والدمار وأطلاق الرصاص والقنص والاستهداف من طائرات الاستطلاع والاستهداف المدفعي في كل مكان باختصال لا يوجد أي نقطة آمنة في قطاع غزة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب هذه البقعة الجغرافية التي لا تبلغ مساحتها أكثر من 350 كيلومتر مربع تلقت من الصواريخ ما يعادل أربع قنابل نووية مما أطلق على هوريشيما ونجزاكي فلكم أن تتخيلوا حجم الدمار يقدر المنظمات الحقوقية في مدينة غزة وشمالها أنه بلغ 80% طبعا هذا 80% في عموم العمران لكن لو نظرنا إلى العمران الخدمي العام فنسبة التدمير به 100% لأنه استهدف بشكل خاص وكان تدميره عملية ممنهجة مقصودة تهدف إلى جعل الحياة مستحيلة وغير ممكنة في قطاع غزة وكذلك الحال في مطقة وسط وجنوب قطاع غزة ليس ببعيد عن شمال قطاع غزة نسبة الدمار وصلت إلى 60% في بعض المناطق مثل مطقة خان يونس وكذلك الوسطى أما كما ذكرت آنفا بالنسبة للقطاع الخاص فتم تدميره بشكل كامل كل الجامعات كل المستشفيات كل المراكز الخدمات العامة والعيادات ومراكز الحكومية إلى آخر القطاع العام بشكل عام تم تدميره بشكل كبير لم يبقى كما ذكرت إلا 6 مستشفيات عاملة في قطاع غزة يوجد منها الآن ثلاثة محاصرة مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر ومستشفى الأمل في غرب خان يونس إذن أستاذ معتصم لخص لنا مشكورا الأستاذ محمود الخطيب الصورة التي ربما نرى أجزاء منها يوميا على شكل فيديوهات أو صور أو قصص للناس تحدث بشكل لحظي لنقول في كل ساعة تقريبا في مناطق في غزة يعني ما موقف العالم تجاه كل هذه الجرائم البشعة كل يوم ونجد شكل جديد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي يعني أضف إلى كل ما ذكره الأخ محمود يعني هناك العديد من الأفعال التي تقوم بها يعني الاحتلال الإسرائيلي ف يعني متى سيتوقف كل هذا هلا أكيد لحنا اليوم في عنا تغير بوجه نظر الأعلام للحرب اليوم أو وجه نظر العالم الغربي للحرب اليوم نعم تكون بغزة في تغير شاسع يعني اليوم على سبيل الميساء الوزير خارجية بريطانيا طلعب تصريح أنه حان الوقت للاعتراف بفلسطين كدولة وحان الوقت لحل الدولتين هاي بريطانيا اللي كانت ببداية الحرب عم تدعم بكل ما أتيت من قوة لدعم إسرائيل وعند يطلع تصريح من وزير خارجيتها اليوم بهذا التصريح هذا يعني أنه حتى هاي الدولة اليوم اللي هي بريطانيا بدأت تتبرأ من أفعال إسرائيل حتى اليوم أمريكا إذا ما نلاحظ لم يعني ما كان عندها ردة الفعل السلبية نتيجة اتهام إسرائيل أو نتيجة تلميحات رئيس المحكمة وما ننسى أنه رئيس المحكمة هي أمريكية كانت رئيسة محكمة العرب الدولية بكل تأكيد في حيادية معينة بيتعاملوا فيها لكن هذول القضاءات مرشحين من دولهم وبالتالي لحنا اليوم يعني كل الدول الدعمة لإسرائيل من بداية الحرب فرنسا ألمانيا بريطانيا أمريكا كل هذي الدول بدأت تتبرأ من أفعال إسرائيل لأنه اليوم ما فيك أنت تدعم دولة عن ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ما فيك على الإطلاق وإلا أنت تصير شريك بهذا الدم وشريك بهذه الجرائم اليوم أكيد لحنا تحولنا لمنحة آخر ضروري كتير اليوم يبقى هذا الزخم الشعبي بالشارع بدول الاتحاد الأوروبي وبأمريكا لأنه كان لتأثير جدا وبتمنى أنه كمان هذا الزخم يعني الحكومات العربية تخفف القيود على الحريات على مواطنيها لحتى يقدروا كمان يعبروا عن احتجاجا عن هذا عن هذه الحرب لأنه اليوم أكيد إلى تأثير كتير إيجابي على دعم القضية الفلسطينية وإيقاف الحرب وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب نعم إذن بالعودة إليك أستاذ محمود أستاذ محمود يعني ما هو موقف الحكومة اليوم يعني هل هناك أي موقف واضح للسلطة الفلسطينية تجاه ما يحدث من مجازر الأبناء غزة في الحقيقة موقف السلطة الفلسطينية هو ليس موقف جديد ونحن كأهل غزة لم نستغرب منه ولم نتفاجأ منه حيث أنه دائما ما كان الموقف موقف السلطة الفلسطينية هو موقف خجول وموقف حي لا يرقى إلى المستوى المطلوب يعني أعلى ما مستوى يمكن الوصول إليه كموقف فلسطيني رسمي من السلطة الفلسطينية هو الشجب والإدانة ولا يمكنها فعل أكثر من ذلك ولا يمكننا أن نطلب منها أكثر من ذلك ولا ننتظر منها أكثر من ذلك نظرا بمعرفتنا الجيدة لهذه السلطة الذي خلقت من أجل خدمة أهداف الكيان الصهيوني في بعض المواقف وإن لم تستطع فإنها تصمت عن بعض المواقف الأخرى لذلك يعني السلخ في الميت حرام كما يقولون والطلب من هؤلاء شيئا لا أعتقد أنه قد يكون مجديا نظرا للتاريخ الذي عهدناه لهذه السلطة ومواقفها حتى أننا نشاهدها الآن تقوم بإطلاق النار على المواطنين أو المتظاهرين الفلسطينيين ضد حرب الإبادة في قطع غزة فلكم أن تتخيلوا المشهد هناك بعض الأدوار هذه السلطة خلقت لهدف ما هناك بعض الأدوار التي لا تقوم بها لا تستطيع قوات الاحتلال الصهيوني القيام بها تقوم هذه السلطة أو قوات السلطة الأجهزة الأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية بتأدية هذا الدور الذي لا تستطيع قوات الاحتلال القيام به على سبيل المثال الجريمة التي تمت اليوم لم تقوم بها قوات الاحتلال الرسمية قوات الجيش الإسرائيلي قامت بها وحدات المستعاربين متنكرة في لبس فلسطيني في بعض الأحيان يقوم بها عناصر من الأجهزة الأمنية وقوات من الأجهزة الأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية لذلك هو دور السلطة الفلسطينية الآن يجب أن يتغير نحن في لحظة تاريخية في لحظة صراع ولحظة تحول مهمة جدا في تاريخ صراعنا مع الاحتلال الصهيوني الرأي العالمي الدولي يتغير بشكل كبير المواقف السياسية أصبحت تتبع الرأي العالمي شيئا فشيئا أصبحت تتغير شيئا فشيئا من لا يقف الآن مع هذه القضية سيخسر خسارة استراتيجية كبيرة ربما ينظر بعض الحكام إلى تحقيق مكاسب سياسية تكتكية سريعة لكنهم بذلك يخسرون على المدى البعيد يخسرون شعوبهم يخسرون الدعم العالمي يخسرون الاحترام العالمي ويخسرون حتى احترام عدوهم لأن عدوك إذا رأىك تخون وطنك فبالتالي هو سيبيعك عند انتهاء حاجته منك وهذا ليس بجديد على قوات الاحتلال الصهيون وشاهدنا ذلك في نموذج أنطوان لحق في جنوب لبنان لذلك الموقف السلطة الفلسطينية ليس مستغر ولا نرجو منهم شيئا ولا ننتظر منهم شيئا يكفي أن يكفوا أيديهم عن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وعن المتظاهرين وعن صوت الحي الذي لا زال ينبض في الضفة الغربية يعني لو قاموا بفعل ذلك فهم مشكورون بنيابة عن شعب الفلسطيني كلهم إذن بالعودة إليك أستاذ معتصم ما موقف المنظمات الحقوقية والصحية من تحويل المستشفيات إلى مناطق غير آمنة خاصة بعدما أدعت إسرائيل بأنها أقدمت على تصفية خلية تابعة لحماس في المستشفى حتى لو كانت يعني مش تبريد أكيد اللي نطقت في إسرائيل على الأطلاق لأنه حتى القانون الدولي الإنساني بيحمي موضوع الأسرة أنه دول الأشخاص الأسرة ما كانوا حاملين سلاح ووضح كان واضح قانون دول الإنساني أنه كل شخص لا يحمل سلاح حتى لو كان شخص موحقاتي وكان حامل سلاح أو تركت سلاح هذا ممنوع أنك أنت تؤثر ضمن القانون الدولي الإنساني ومنوع أنك أنت تتكف لجريمة فبالتالي أكيد التبرير اللي ذكرته إسرائيل هو غير مبرر أكيد اليوم الجمعيات الحقوقية الدولية عم تعول كتير على موضوع الأدلة اللي عم تكون من الداخل الفلسطيني تعرف كتير منيح اليوم أنه أنا شخص مقيم بالخارج أكيد مالي بمكان أني نظر على الأشخاص الموجودين بالداخل وخاصة بقطع غزة الحرب كتير بشعة وكتير كبيرة بس حاولوا قدر الإمكان تحتفظوا بالأدلة حاولوا قدر الإمكان الأدلة اللي بدين إسرائيل أنه تحتفظوا فيها بأماكن آمنة بعرف اليوم يعني أهمجية الحرب أكيد ما لها حدود لكن إذا بنقدر بقدر الإمكان أنه نحتفظ بالأدلة بأماكن آمنة لحتى نقدر هذه الأدلة يوم من الأيام تتقدم لها المحاكمات الدولية وأكيد اليوم المنظمات الدولية يعني اليوم فيه تحالف الحقوق الأجل الفلسطين تحالف الدولي اللي هو بضم أكثر من خمسين منظمة دولية أكيد اليوم فيه بيان عم يتحضر هلأ على موضوع قصف السهداف الأشخاص الموجودين بالمشفى وقتلهم بدماء باردة وأكيد اليوم مثل ما حكيت سابقا هذا كله عم يعني تكتمل الدفاتر كلها اللي عم ترتكب إسرائيل من جرائم وأكيد هذا عم ينضاف للسجل الإجرامي بهذه الحرب البشعة نعم إذن أستاذ محمود يعني بعدما حدث بعد أن تنكر مجموعة من المستعربين نعم بزي أطباته جول الطابق الثالث وكان لديهم مسدسات كاتمة للصوت وكأننا داخل مشهد في فيلم يعني أولا تعليقك على هذه الألية والطريقة التي قاموا بها بداية هذه الطريقة تنمع عن طريقة الكيان الصهيوني الذي نشأ كعصابات صهيونية في بداية عام 1948 أو 48 قبل تأسيس الجيش الصهيوني وعبارة عن عصابات صهيونية من الهاجانة وغيرها بقيادة من أحين بيغين وريل شارون وغيرها من الأسماء واستمر هذا الجيش رغم تحوله من عصابات صهيونية منفردة إلى جيش نظامي استمر في نفس السياسة وفي نفس العقلية هذه العقلية التي لا ينتهجها إلا المافيا أو العصابات عصابات الإجرام في عموم العالم هي نفس السياسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني وهذا ما شاهدناه في كثير من المناطق شهدت في بعض المناطق فيديوهات لبعض القوات الاحتلال وهي تتخذ من المواطنين دراعا بشرية أي جيش هذا الذي يقوم بذلك أمام مرأة ومسمع من العالم في عام 2024 في عصر السوشال ميليا التي تنقل كل هذه الجرائم والفضائع إلى العالم كله فبالتالي هذا العدو الصهيوني لم يغير سياسته في هذه الحرب إنما انكشفت حقيقته الذي حصل في هذه الحرب أن القناع الذي كان يغطي هذا العدو الصهيوني ومكينة الإعلام التي كانت تغطي مكينة القتل القائمة في أراضي فلسطين التاريخية لم تستطع من تجميل صورة القتل التي قم بها قوات الاحتلال الصهيوني أكثر مما فعلت وبالتالي أصبحت الحقائق تتضح أمام العالم وأصبح العالم والرأي العام العالمي يرى هذه الحقائق ومن هذا المطلق أصبح يظن البعض أن هناك تغير في السياسات أو هناك تغول مبالغ فيه من قوات الصهيونية أو هناك إجرام مبالغ فيه لكن هذا ديدنهم هذا ما عهدناه منهم منذ عام 1948 منذ قيام هذا الكيان المحتل على أساس الفصل العنصري وبالتالي هذا ليس بجديد علينا إنما انكشف وهذا مكسب استراتيجي كبير في تاريخ صراعنا مع هذا العدو المحتل انكشاف مدى ظلم وإجرام وعناد وجبروت هذا العدو وانكشاف مدى حقية هذا الشعب الفلسطيني في المطالبة بأرضه وحقوقه ومتطلباته لأبسط حقوق التي يحتاجها من أجل أن يعيش حياة كريمة هذه المواقف التي بدأت تتغير في الرأي العام العالمي قد لا نحصد ثمارها فورا أو الآن لكن ثمارها على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة وكبيرة جدا إن شاء الله القول الوطنية الفلسطينية دعت إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى من السيناء ما مصير مثل هذه الدعوات وهذه التحركات في الحقيقة هذه التحركات هي جهود مباركة أي كان الجهد الذي يبذل في مقارعة ومقاومة هذا المحتل في كل الميدان سواء كان الميدان العسكري أو الميدان السياسي أو الإعلامي أو الإنساني أو غيره أي ميدان يمكننا مجابهة هذا العدو حتى الميدان الاقتصادي فهو عجهد مبارك لذلك هذه الدعوات مشكورة وندعو لتكثيفها وندعو إخواننا في الضفة الغربية أن يشمروا عن سواعدهم وأن يقدموا كل ما يمكن تقديمه وأن لا يتركوا إخوانهم وأهلهم في غزة وحيدين في مواجهة هذا الخذلان العالمي والعربي للأسف لذلك هذه الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات مطلوبة ليس فقط من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وإنما من كل العالم العربي والامتداد العربي والإسلامي لهذه القضية يجب عليهم أن يتحركوا بكل ما أوتيه من قوة ندعو منظمات المجتمع الدولي ندعو منظمات الحقوقية ندعو وسائل الإعلام ندعو كل من يستطيع أن يقدم شيئا لأجل هذه القضية أن يقدمه ولا يتأخر ولا يتوانع عن فعل ذلك ولا ننتظر الموقف الرسمي بأن يقدم أو ينوب عنه في تقديم هذه المساعدات الموقف الرسمي للأسف دائما ما كان موقفا سيئا وشاهدنا ذلك ليس فقط مع المظلومين في فلسطين إنما شاهدناه أيضا مع المظلومين في سوريا سابقا ومع المظلومين في اليمن وغيرها من الدول العربية الشقيقة لذلك الموقف العربي الرسمي دائما ما كان موقفا ضعيفا وعليه فإن المسئولية علينا كشعوب عربية وكشعوب إسلامية هي مسئولية كبيرة ويجب أن يحاسب كل من نفسه وأن يسأل نفسه فيما إذا كان يستطيع أن يقدم جهدا لخدمة هذه القضية سواء كان نفسي اقتصادي إنساني سياسي عسكري في أي مجال من المجالات ومثل هذه المواقف التي يقوم بها إخواننا في جنين ليست بجديد عليهم فقد كانوا سبقون إلى ذلك في جنين وفي الخليل وفي طول كرم وفي نابلس وفي غيرها من مناطق الطفة الغربية إذن أستاذ المعتصم هناك دعوات أخرى تم رفعها إلى محكمة العدل الدولية بخصوص تحديث للجرائم التي تقوم بها إسرائيل ما مدى فعاليتها برأيك؟ أكيد اليوم من أول يوم فتح في مكتب المدعي العام لمحكمة جنينية الدولية البلاتفورم الخاصة استقبال الأدلة عن الانتهاكات المرتكبة بقطع غزة بالتحديد أو بالحالة الفلسطينية بشكل عام وعم يجيون عشرات الأدلة بشكل يومي عن الانتهاكات المارسة بقطع غزة أكيد هذه الملفات كلها اليوم مثل ما ذكرت لحضرتك كلها عم تأسسها وعم تكون هي البنى الأساسية لأكتمال الصورة الكاملة لأقرار بإدانة إسرائيل هناك نقطة كثير مهمة رئيسة المحكمة العدل الدولية ذكرت وهذا يعطينا تفاؤل كثير كبير ولو أن المدة الزمنية للمحكمة العدل الدولية لأسدسار قرار ممكن أن يأخذ سنوات طويلة لكن ذكرت نقطة كثير مهمة أنه إذا مو كل الاتهامات اللي تهمت فيها جنوب أفريقيا إسرائيل أنه عم ترتكب إبادة جماعية إذا مو كلهم كانوا في عنا أدلة دامغة عليهم لكن على الأقل في عنا واحد أو اثنين من قرفيهم بحدوث الإبادة الجماعية وهذا شيء كثير مهم وكثير أساسي وهذا ما في تراجع منه بالمحكمة لذلك لحنا اليوم قدام خطوة أساسية هامة قد تؤسس لنقل ملف حتى محكمة العدل الدولية بس حتى يتم استصدار قرار ممكن أن محكمة الجنانات الدولية أو المدعي العام لمحكمة الجنانات الدولية استند على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفتح تحقيق معين أو اتهام شخصيات معينة وهذا شفناه لحنا بحرب البوسنة واتصدر القرار الخاص بمحكمة العدل الدولية ومن خلاله المدعية العامة لمحكمة الجنانات الدولية قدمت ست شخصيات متهمة بارتكام جرائم الحرب لذلك لحنا اليوم هذه الحرب القانونية نفسها طويل الأساس هو الشخصيات البطلة بكل ما تعني تكلمي اليوم عم توسق على الأرض هذه الانتهاكات نعم إذن تريد التعقيب أخيراً قبل أن نختم فقط آخر نقطة أحب أن نوه إليها نلاحظ الآن تحركات قوات الاحتلال يومياً مساءً في قطاع غزة في عموما مناطق قطاع غزة خصوصاً في الشمال وفي الجنوب هذا يعطينا انطباع لو أردنا أن ننظر إليه من نظرة سياسية هناك تخوفات كبيرة لدى حكومة الاحتلال من انفجار الضفة الغربية الضفة الغربية تقع في خاصرة الكائن المحتل وبالتالي أي انفجار في هذه الجبهة سيغير كل الموازين لذلك يعتقلون الشباب لذلك يقومون بعملية الضغط وعملية ما يسمى في الكائن المحتل قص الحشيش أي عملية تهيئة للمقاومة أو تجمع للمقاومة أو إعداد أو تجهيز لعمل مقاوم قادم منظم يحتاج إلى فترة من الوقت والعدو الصهويني على ذلك تماماً فلذلك هو يسعى من خلال هذه الإجراءات التي يقوم بها يومياً بشكل يومي من خلال اقتحاماته في الضفة الغربية إلى قص هذا الحشيش ومنع جذوة المقاومة في الضفة الغربية من أن تشتعل لذلك ندعو أهلنا في الضفة الغربية أن لا يأسوا وأن يواجهوا هذه الاقتحامات بكل شجاعة وبسالة كما عودونا دائماً نعم إذن شكراً جزيلاً لك الأستاذ محمود الخطيبة البحث في شأن الفلسطيني كنت معنا في هذه الحلقة من مساء يمني أشكر جزيلاً لك أيضاً أستاذ المعتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي الدولي كنت معنا عبر سكايب وكذلك لكم شاهدنا الكرام لحصل متابعتكم إلا أن ألتقيكم في مساء يمني الجديد كنوا برعاية اليوم ترجمة نانسي قنقر